الموضوع الثالث وده مفاجأة احنا دايما هنا دايما بنحاول نشوف الجديد نقرأ خبر نتكلم في كواليس نتكلم في تفاصيل محدش بيتكلم فيها عندي خبر فيه شقين شق متعلق بتنظيم نهاي دورة أبطال إفريقيا بين الأهل والترج ومن خلال مش هقول مصادر بس مصادر مع قرية الليحة اكتشفت ان فيه خطأ ارتكبته ربطة الأندية وارتكبته ادارة المسابقات في ربطة الأندية ازاي لايحة دورة أبطال إفريقيا فيها بنود واضحة لما الاتحاد الإفريقي بينظم مباراة او بينظم فاينال على ملعب لازم الملعب ده يكون مع الاتحاد الإفريقي قبل المباراة ب72 ساعة طبعا لما بصيت على جدول الدوري لان النهاردة انا عندي نص واضح في اللايحة هعلنه لحضراتكم بس الاول عايز اكشف بس عن تفاصيل كده خلتنا النهاردة في التريند نتكلم في موضوع ممكن يكون فيه قرار في الساعات اللي جاية اذا ما كانش النهاردة بكرة بس هيبقى فيه قرار هيبقى فيه قرار ليه؟ ببص على مباراة الجدول الدوري الاسبوع الاربعة وعشرين لقيت فيه مباراة الزمالك وفيتشر على استاد القاهرة يوم الخميس اللي جاي الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة طيب الاهل هيلعب مع ترجي يوم السبت الساعة تمانية مساء بتوقيت القاهرة كده الفارق الزمني ما بين مطش الزمالك وفيتشر ومباراة الاهل وترجع الدقيق تمانية وربعين ساعة من خلال متابعتي لكل المباراة الافريقية والحمد لله البرنامج هنا يمكن دايما قريب جدا من الكاوليس والتفاصيل عارفين ان في المباراة الافريقية لو حدث غير افريقي بينظم على الملعب اللي هيصطدي في اللقاء الافريقي لازم الملعب ده لا تقوم عليه مباراة قبلها بـ 72 ساعة ما بالكم بقى بنهاء دور الابطال نهائي مهم جدا الاتحاد الافريقي موجود في القاهرة بقى اليومين عشان بينظم فاينال الكونفيدرالية ونهاء دور الابطال فروحت للليحة لقيت الليحة فيها نص واضح نستعرض معنا الليحة كده على الشاشة بصوا مع وعد كده دي ليحة دوري ابطال افريقيا المادة التالتة الفقرة الخمسة الجزئية التانية اللي هي من اول كلمة الفقرة دي ترجمتها معناها ايه؟ لا ينبغي تنظيم اي مباراة او حدث في الملعب الذي يستضيف مباريات دوري ابطال افريقيا قبل 72 ساعة من الموعد المقرر لانطلاق المباراة معنا كده فقرة واضحة قدام قهو موقع الاتحاد الافريقي على لايحة دوري الابطال والامور واضحة جدا لما شفت جدول الدوري وبصيت على لايحة الاتحاد الافريقي استغربت لفيه نص واضح في الليحة ومطش الاهلي والترجي اكيد الاتحاد الافريقي عايز استلم الملعب تبقى للليحة قبلها بـ 72 ساعة والامور التنظيمية في المطش اللي جاي مهمة جدا بعد اللي حصل مبارح ومش هدخل في تفاصيله دلوقتي ولكن لما ربطة تبرمج مباراة بحجم مباراة الزمال وفيتشار على استاد القاهرة يوم الخامس الساعة 7 بالليل ده مخالف للايحة الاتحاد الافريقي وحسب معلوماتي سبق قبل كده الاتحاد الافريقي بعت للربطة وبعت لاتحاد الكورة قال لهم الجزئية دي كذا مرة انا حذرت منها ارجوكم ما تنظموش مباراة محلية على الملعب اللي هتقوم عليه مباراة افريقية لدرجة من المرات او في احدى المرات كانت في مباراة بتتلاعب على استاد القاهرة قبل يوم من المباراة الافريقية واحدى الفرق اللي كانت هتلاعب الاهلي كانت المفوض تتمرن على ملعب المباراة اتأخر تدريبها حوالي ساعتين بسبب ارتباط الملعب بمباراة في الدور المحل ودي للمرة التالتة او رابعة تحصل السنة دي وخلال الساعات اللي جاية حسب معلوماتي ان الاتحاد المصري هيضطر لتغيير في مكان اقامة مباراة الزمال كوافويتشا تتلاعب بقى في السلام تتنقل برج العرب ما عرفش ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية لكن معلوماتي تبقى لازي اللايحة في خطأ حصل من ربطة الاندية وفي خطأ حصل من ادارة المسابقات من خلال الاستاذ عامر حسين ووارد جدا يتم تدارجه هذا الخطأ خلال الفترة اللي جاية ليه انا باتكلم في النقطة دي دلوقتي لان احنا شايفين من امبارح للنهاردة بعد بيان الاتحاد الافريقي اللي صدر منذ قليل وقبل بداية الحلقة على التنظيم والاجراءات الامنية اللي تمت في استاد القاهرة ما بين الزمالك مع الاتحاد الافريقي في نهاية الكونفيدرالية